وإلى انتخابات حزب الوفد حيث انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخاباته رئاسة حزب الوفد والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين أبرزهم المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد بالإضافة إلى الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس الحزب وبدأ توافض أعضاء حزب الوفد من المحافظات المختلفة على مقر الحزب الرئيسي بالدقي للمشاركة في انتخاب رئيس جديد للوفد كما تواجه انتخابات حزب الوفد أزمة بعد اعتذار الدكتور عمر عزة سلامة بشكل نهائي عن الإشراف على انتخابات الحزب